بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نبدأ المحاضرة التالتة معنا في الوحدة الأولى واللي هي تتعلق بخصائص عملية التكويم تعالوا نستعرض ايه هي خصائص عملية التكويم خصائص عملية التكويم أول خاصية اللي هي عملية التكويم عملية مستمر يعني دائما خلال أجزاء المنهج لابد ان احنا نعمل عملية تكويم لا يمكن فصل جزء عن جزء آخر تكويم عملية مستمرة خلال المكرر أو خلال عملية دراسية عملية التكويم عملية تعاونية ما ينفعش أن المعلم يكون بتكويم بعيدا عن الطالب وما ينفعش ما يتساهمش المدير المدرسة أو المدير اللي هي التعليمية أو الآباء فهنا عملية تعاون بين كل أفراد المنظومة سواء المعلم أو الطالب أو التلميذ ثم مدير المدرسة والآباء والمدير الفن أيضا من ضمن خصائص عملية التكويم أن نحن نتعرف على دور كل الأفراد هذه دور التلميذي في عملية التكويم يجب أن نشجع التلميذي أن يمارس التكويم الذاتي يعني يحكم على نفسه عشان يكون عنده نوع من السقة بالنفس في أن يقدر يحكم مدى تقدمه أو تأخروه بالنسبة لزملائه أيضا دور المعلم يجب أن يكون المعلم مهتم لأنه هو حجر الزوية في العملية التعليمية لابد أن يستخدم أدوات مختلفة في عملية التكويم لأن التكويم يحتاج لتنوع الأدوات دور مدير المدرسة مهم جدا أنه يكيس مدى نجاح وسائل الإدارة في تحقيق الأهداف عشان يبدأ يعدل أو يغير دور المشرف الفني أنه يتابع تكويم الطلاب أداءاتهم والتحقق من توفر المعايير المختلف طيب تعالوا نعرف دور الأباء المشاركة التعرف على جوانب الكوة والضعف لابد أنه يكون لهم نوع من التواصل مع إدارة المدرسة لمعرفة مستوى أبناهم كنا ننتهينا من المحاضرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته